منذ ان قال النائب وليد جنبلاط كلمته في عين عطا ومشى لم يتبدل شيء جوهري على ارض الواقع باقي الدروز في هذه القرية الحدودية يلجأون الى مقام الشيخ الفاضل ولم يرفعوا المآذن ولكن ذلك لا يكفي في ظل وطيرة الاحداث المتسارعة من خلف جبل الشيخ في القرى الدرزية المشتبكة مع جبهة النصرة انصار جنبلاط في الحزب الاشتراكي تراجعوا خطوة الى الوراء مقتنعين بحكمة زعيمهم في ادارة امورهم بواقعيته وترك الساحة للجيش اللبناني زيارة رئيس الحزب الى المنطقة تركت اثر ايجابي جدا على نفس الناس سواء من ناحية اعادة البوصلة وتوجيه البوصلة للمصالحة مع المحيط وتفادئ الاخطاء التي تم ارتكابها في السابق وثانيا للتأكيد على وجهة نظرنا ان ما يحدث في سوريا يجب ان يبقى في سوريا ونحن قناعتنا راسخة بهذا الامر وثيقتنا كاملة بالجيش وقدرات الجيش والقوى الامنية على ضبط كل ما يحدث في على الساحة على المقلب الاخر لم يقتنى احزاب الثامن من اذار في البلدة ومنهم القوميون في جدوى الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الاحداث السورية معولين على حزب الله في مساعدتهم في حال تعرضوا لاي هجوم من خلف الحدود نحن لا نتكلم طائفيا بهذه المنطقة نحن مركزين على ثلاثية المقول اللي بتقول الجيش والشعب والمقاوم بعدنا محافظين عليها فنحن ان شاء الله ان ننظل على هالمشتعدين لكل اي طارق بيطرأ وكلنا ورا الجيش لا في مجال غير هيك ولا في بديل عن الجيش في عين عطا كما باقي القرى الدرزية رأي مسموع لمشايخ البلدة الشيخ مزياد القاضي يرى ان ابناء البلدة كانوا ولا يزلون على علاقة طيبة بمحيطهم من جميع الطوائف وان الجماعات التكفرية لا تمثل اهل القرى السورية نحن عنا جيش لبناني وعنا رجال من فضل البير تعالى وعنا اخوتنا بحزب الله هون كلنا جدو بيطر حنبلنا الله راب بيدعاش بهالبلاد ونحن طيبين بعنيت الله تعالى وعنيت الجيش وعنيت حزب الله نحن ما زلنا على ثقة كبيرة بجيشنا الوطني ونحن نشد على يد هذا الجيش ونحن ما زلنا متمسكون بوحدتنا الوطنية نعيش العيش المثالي مع اخواننا بمختلف الطوائف عند هذه الممرات في وادي جنعم يكمل الخطر بحسب الاهالي في حال قرر هؤلاء المسلحون العبور باتجاه بلدتهم هذا المعبر هيدا اللي هون فوق هيدا بيقولوله معبر بمعايقيل هيدا دغري من هون دغري المقلب عرني وبيتظلك مقدم شوية على الخلي التاني بيقولوله وادي صبرون كمان بتوصل لفوق على المقلب فيك ظلك نازل دغري على عرني وفيك تروح على اليمين بتصير لتحت القرى بيتجن ودربول وهيذ القرى هاي كلها معابر يعني عندك كذا معبر هون للإرهابية بدك من هون لظهر الجبل ماشي بدك يعني شي 3-4 ساعة او يعني حسب ما الواحد وهمته بس انه بتبين عليك هاي قريبة بس هي بدك شي من نص ساعة ل3-4 ساعة وكمان بدك شي نص ساعة للمقلب تتوصل لعرني بتوصل دغري لعرني اذا رحت صوب المرصد الاسرائيلي لقدام تتصير فوق بيتجن هاي ذاك المرصد اذا بدك تروح صوب المرصد قبل المرصد بتصير بيتجن ودربول تحت ال وحيد لطريق السيارة هو علامات الاسرائيلي المرصد اسرائيل هون ما فيه ولا اي طريق لسيارات اليوان هون يعني بين المرصد الاسرائيلي والمعبر هيدا لهون فيه مركز لليوان فيه طريق بيظل بيطلع من عرني طريق سيارات بتطلع السيارات والأليات من عرني على ظهر الجبل وفيظلك رايح على ظهر الجبل كله فيه طريق على ظهر الجبل بتنشي عليه السيارات الغائب الحاضر في خضم هذه الاحداث هو حزب الله الذي يرفض البعض التعويل عليه فيما يرى فيه اخرون سندا للجيش في حال تبدلت اللعبة الإقليمية التي حتى اللحظة تجعل من هذه الخطوط الوهمية بين البلدين خطوطا حمراء ممنوع تجاوزها حتى إشعار آخر ينتظر أهالي هذه القرى الحدودية الثلج بفارغ الصبر كما لم يفعلوا يوما ليغطي هذه الممرات الرابط بين السفحين الشرقي والغربي لجبل الشيخ على الجنرال الأبيض يمنع نيران الصراع السوري من الوصول إلى هنا لأنه على ما يبدو نصيرهم الأفعل في ظل عدم حماسة القيادات السياسية الدرزية للدخول في معركة غير محسوبة العواقب من بلدة عيناطة الحدودية رامز القاضي قناة الجديد